اشتركوا في القناة بي بي سي تصوروا اسرائيلي اسرائيلي مو واحد نقول عربي ومسلم وكذا اسرائيلي يدافع عن صدام حسين يقول صدام حسين بوقته كان راعبنا صدام حسين بوقته هو كان الجيش الوحيد اللي كان راعب اسرائيلي انتوا وقعد يستهزع بكم يقولكم انتوا يجحش المحشية الميليشيات يعني هذا ما تجحش المحشية هذا من عندي واخذ كلمة ام حازم اللي انا طلعتها قبل سنوات اخذها استخدمها يقول لكم يا ولد ام حازم تصوروا اسرائيلي صيحلكم يا ولد ام حازم هديش اسرائيل تعالوا ودي يقول لكم احنا قصفناكم بعد اكثر من هذا الاعتراف شي يسوي بيكم دي يقول لكم اسرائيلي يا ولد ام حازم يا با اني شفت اللي طقيت منضحك يمكن اربع ساعات تصوروا حتى اسرائيل قامت تعرف انتوا وانتوا ولد ام حازم انا ولن تقول لهم دي عشيعة ما دا اقول عشيعة دولة العجم الصفويين اللي انا مسميهم ولد ام حازم من يوم اللي استلموا سلطة ولد ام حازم الاسرائيلي قام يسميكم ولد ام حازم شقوا زيجكم وطلعوا بالشوارع خلي خزوكم طاح حظكم وطاح حظ مراجعكم وطاح حظ اخوة زينب وطاح حظ المراجع اللي تمشون وراها الاسرائيلي صيح لكم ولد ام حازم لك انت طموا نفسكم روحوا لبسوا فوط وقعدوا دلطموا يم الحسين لحد ما يطلع المهدي مالتكم بس ارجع واقول الاسرائيلي طلع بثها مباشر وعلى تويتر ماته روحوا شوفوا ايدي كوهين بالتويتر ماته يصيحكم يا ولد ام حازم احنا قصفناكم يعني الاسرائيلي عرفوا اتبعد ولد ام حازم يعني اللقب اللي طلعت لكم اياه اول واحد قبل سنوات الاسرائيلي قام ياخذه ويصيح لكم ولد ام حازم بالعافية عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة